اشتركوا في القناة دلوقتي محدش واخد باله منه والمشروع ده قامت بيه وزارة الشباب حقيقة الامر ووزارة الشباب عمل كده لان هي مسؤولة عن الشباب ووزارة الشباب ووزير الشباب هو مسؤوليته ومش وزير كورة على فكرة زي ما الناس بتحاول لنا يدرون كده لان احنا طول عمرنا كان بيبقى الوزير يدرون مشاكل للكورة انما هو مسؤول عن الشباب في كل المراحل السنية بالنسبة للمسؤول ان الشباب ده لان المدرسة المصرية تخلت عن دورها في الانشطة التربوية من اربعين خمسين سنة وصعب نرد عن مسألة دلوقتي هو مسؤول دلوقتي ان اكبر عدد من شباب مصر واطفال مصر يمرسوا الانشطة التربوية اللي منها الرياضة لان هو ده السبيل الوحيد اللي حيبدد الظلام اللي كانوا عايزين ياخدوا مصر فيها السبيل الوحيد اللي حنتشل ولدنا انهم يتاخدوا لقوة تطرف للغباوة دي لان احنا سبنا اطفالنا وسبنا شبابنا في القرى وفي النجوع وفي المدن وفي كل حتة بقوا مفريسة سهلة جدا للمالي الدماغ والحلال دي كلها وزارة الشباب بقى على ثلاثة اواربع سنين عمنا مشروع كبير جدا ونظر المشروع ده لحقيقة وزارة الشباب والمسر الاميل والرائع والفنان الحقيقي سليم سحاب اللي هو قراء الاطفال ابتدوا يتحركوا على الاطفال حتى الولاد الاطفال اللي هم الظروف كلها لفظتهم من الشارع خدهم وطلعوا منهم حاجات جميلة جدا هذا المشروع الرائع الجميل من ضمن نتائل ياسمينة ياسمينة دي حاجة حاجة كويسة تلاقيت يعني مش المشكلة انك تلاقي يعني انك تلاقي موهبة ده ده منحلة انما تسبحها مراحل كثيرة جدا 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 ولما تكون موهبة من العيار التقيل لما تبقى السلاح انا بقى رأى السلاح عامل يعني في القوى النعمة انا شايفه ان السلاح زي القوى القنبلة النووية لما تبقى الموهبة عالية كده فدي محتاجة سقل جميل جدا ومحتاجة رعاية كاملة جدا ومحتاجة سنين طويلة من الشغل والمسألة ان لم تقوم الدولة بدورها في هذا الموضوع احب احنا كأننا بنحرط في البحر المسألة سنين سحاب في الأسبوع اللي فات لما كانت معنا ياسمينا يوم الأربعة يتكلم قال انا مسؤول امام الله وامام كل سادة المشاهدين اللي كانوا بيسمعوه وعالتليفون ان انا حبز الكل الوهدي المسألة بيقدم دور انما فيه ادوار اخرى انما النهاردة فيه مفاجأ بحضرها لحضراتكم في هذا الموضوع لانه دي قضية قضية من القضايا لانه دي قضية تستحق ان احنا نقف وراها لغاية ما نطلع حاجة مصر ربنا سبحانه وتعالى منحنا حاجة علينا ان نتمسك بهذا الموضوع وعلينا ان احنا نبقى كلنا ليه ان احنا محتدين ده محتدين ان عرضة ربنا يعني 13 سنة المسألة سنين سحاب لما عملوا اعلان الكرال بتاع الاطفال اللي هو وزارة الشباب بتصرف عليه وتنفق عليه اكتشف انه امام حاجة غريبة دي دا وبتاع فالحاجة اللي دي اه لو ما بلتش رعاية حتدخلت في الصف بتاع اللي احنا شايفينه ده اللي ده انما لو اتسقلت مصبوط يبقى احنا ممكن الدام ودي حقيقة كاملة ودي هتسمع رأي المسر والسليم سحاب فيها ان شاء الله انتظرونا بعد نص ساعة من دلوقتي النهاردة الحقيقة حصل حادث ارهابي النهاردة في سيناء وده وده وارد وده متوقع واي حد متابع للمسألة وفي نفس الوقت منصف عشان خاطر محدة محدة احنا في حرب الارهاب والارهاب مش حنتيه بن يوم ليه لو قلنا كلام ده كله في خمس شهداء من القوات المسلحة في خمستاشر واحد من التكفريين دولة اتاتلوا في طفل حوالي عشرين واحد مدني وصيبه في معركة قاعدة تلس ساعات في شيخ زوايد اه والعميد اركان حرب محمد السمير المتحدة العسكري قال ان الشباكات انا بس هاخد التصريح ده بتاع المتحدث العسكري قال ان الشباكات واقعت فر اليوم بين ملموعة ارهابية وبعض الكمائن الامنية بين مدنتي العريش والشويخ زوايد في توقيت واحد يعني عملوا خمس ست هلومات في توقيت واحد مما اصف عن مصرح خمستاشر عناصر ارهابية واصابت اخرين وسقط من ابطال الديش خمسة من عناصر التأمين بالاضافة لثلاث مدنيين بينهم طفلين واكدت مصدر طبية بشمال سينة ارتفاع عدد المصابين المدنيين لرأي النيران اللي اتعرضوا لها أثناء الاشتباكات بين قوات الامن ومسلحين في محيط الاكمنة اللي اتعرضوا لهجمات الارهابية الصباح اليوم العشين مصاب العشين مصاب فيهم طفلين عدي احمد ومحمود محمد واتنقلوا مستشفى العريش المخطط الارهابي كان بيسهد في التركيزات الارتكازات الامنية في منطقة الخروبة وابر وابر عمير والشيخ زوايد ورفح الواقع على مصاري طريق الدولي العريش رفع اتعرضت قوات الهجمات بأسلحة سقيلة وقزائر صرخية اللي استمرتها للساعات نجح فيها ابطلنا في تكبيل الارهابيين خثائر كبيرة طبعا احنا عشان تبقوا فاهمين حضراتكم الضربة اللي بيحصل في اليمن ليه تدعيات عندنا ليه السعودية خدوا القرار ما سننوش حتى مجلس الامن الناس بقول لك لا عشان السعودية تنفرد بالقرار المسألة ما كانش كده انما المعلومات الاستخباراتية التي توفرت لديها ان كان في المطارات الموجودة في اليمن كان ابتدت حتيدي قوات من بتاعة حزب الله وحتيدي قوات من الحرس السوري عشان يخشوا مع لانهما اروا تعارفين بقى فيه اراية ان فيه تحركات عربية اترصد ايران رصدت هذا الكلام فبسرعة عايزة تعمل استعداد فعشان قبل فالحقيقة القوات التحالف والسعودية اتغدوا بيهم قبل ما تعشوا بيهم ضربوا لهم المطارات وضربوا لهم المفقفوا هذا الكلام اللي بيحصل هناك ليه علاقة باللي بيحصل في السينة لان الحسيين مش بعد عن حماس عن حماس مش بعد عن داعش مش بعد عن عن عنصر الله وحزب الله وتوكل على الله كل الحادات اللي سيخدمه في اسم للالة سبحانه وتعالى كل الكلام ده مش بعيد فانت النهاردة ما حتحصل حادات من دي ومن دي انما في كل الاوقات تعالوا نشوف المنحنة بتاع العملات الاهرابية في السينة ماشي ازاي تعالوا نشوف الدنيا بتتردع ازاي تعالوا انما في وقت حينته ده خد يطول الوقت انما حينتهي ان شاء الله كان بكرة المفروض ازاي مالك افتتاح المنشآت الجديدة وكان السيد رئيس الوزراء وسيد وزير الشباب رحيل الاحتفال ازاي مالك طلع بيان يعني عشان خطر ونعى الشهداء وطلع بيان بالتأجيل اللي هو اعتقد حقيقة اللي بعدها ان شاء الله عايز افكر حضراتكم نقوات المسلحة من يناير حتى النهاردة من يناير لغاية النهاردة اتنين ابريل القوات المسلحة عاملت 396 اتلت 396 تكفيري ارهابي من الارهابيين بينه قيادات انظيمية ومجموعة شديدة الخطورة بالاضافة وتسعمية تمسكوا وده الكلام ده كله لما احنرصده المتحدث العسكري النهاردة المحاولة دي كلها بيتحاول تقطيع الخسائر بتاعتهم يعني هم عملين بيجهزوا نفسهم عشان يعملوا وبيحاول يهملك انه يقدر يضرب في آل واحد حتك كتيرة عامل زي الاخوان لما كانوا بيعملوا من ظهرة فكان بيلموا الناس ومعندهمش لشوات ناس اللي بيلمون من نوفية ومشترقية ومن هنا من هنا اوتوبسين من هنا تلت اوتوبسات فازاي انهم يعني بيعمل كل حدث عايز يعملوا بيعملوا بترحيل ثلاثة اربع ساعات علشان ينقلهم بالعربية بس انما هم هم يعني ما حتلاقيهم في القايرة في حتة بعدين بعد اربع ساعات حتلاقيهم في حتة تانية فهو ما يقولك ان الحدث التاني بعد اربع ساعات هو النهار ده برضو العملية اللي عملوا ديت هو ده اخر اللي عندهم من يقدر يعمل عملتين انت يدرب ثلاثة نوف في وقت واحد بالكلام ده كله انما عمر بكات العصابات او الارهاب حيقدر ان هو على ليش نظامي ومش اي ليش ده ليش مصر النهار ده الازهر نعش وهداء الجمه الارهابي وقال ان عزمتنا مش هتهتز اه شيخ الازهر طلع النهار ده برضو تصريح قال فيه ان المدرسين الاخوان اللي موجودين اللي علاقة مباشرة بالطلبة بيدرسه او كذا او كذا وعايز اقول لفضيلة الامام الاكبر ما فيش حدث مع علاقة مباشرة يعني حتى لو انت حطه في المكتبة ما انت حطت سم في المكتبة حطت حية روة كل ما ان هو اخواني يبعد على المساكل دي كلها لانه لا يؤمن على فكرة انا لا اؤمن بالسياسة التنكيل وضد السياسة التنكيل بس هي الفكرة كلها لازم نبقى احنا معترفين وعارفين ومتأكدين ان المسألة دلوقتي بقت ايه المسألة دلوقتي انه انت كنت ده حرب ودود الصراع اللي موجود صراع ودود نطلع ان الاخوان دولت انه مش مصريين اللي هو ولقوا لنتظيم الدولي انه هو مش مصري وما اعترفش بيك انت شفت الوقت اللي ما كان على السطح بيرمي العيال بقلبي بارد انت يعني بتشوفوا بيعملوا ايه انبارح حطين في الانفوشي حضانة اطفال حطانة فيها اهم بلتين حضانة اطفال ايه حضانة بتاعة الايال اللي هما موليدين بقى لهم يوم واثنين اللي بقى الصفرة ومعرفش عنده ايه اللي في الاسبوع الاولاني للدرجات دي للدرجات دي القراهية ضد الشعب المصري فالنهاردة لما تقوليش بقى ان لو بقولي فضلت الامام لا يا فضلت الامام اخواني بقى السلامة بقى شوية يروحوا لتنظيم الدولة بقى يعملهم النبي ربنا يخليك ويخليهم وبعدين برضو عايز اقول لفضلت الامام الاكبر المنهج بقى منهج الازهر اللي بتدرس ما تشوفها فضلت الامام شو ده في حالات في المنهج ما ينفعش ما ينفعش انها تتعمل وطبعا كانت معمولة بفعل فاعل ما حدش يقدر يغيرها ما ينفعش وبعدين ده احنا التطير ده احنا في احنا حادث على قريبة قوي منك فضلت الامام الاكبر ناس اخوات وما نردع بالذاكرة الوراء ليه نردع بالذاكرة الوراء في سنة الاخوان شوفهم كانوا بيعملوا ايه ناس من قرابين عوما حواليك ما هزا كنت مكسوف ولا كتر الخشة يجلب الفقر زي ما بيقولوا المفتي بقول ان العمال الارهابية دي بل مرتقبوها مفسودون في الارض وادانة دطور شاء وعلام مفتي النمورية بشدة الاعتداء الارهابي الغشم الذي اتعرض له كمينة الخروبة وابر عمير بلنا له شيخ زويد فدر اليوم المفتي قال في البيانة هو من يقوم بمنسل هذه الاعمال الارهابية والتخربية مفسودون في الارض بس حقونا اللعنة والطرد من رحمة الله وثوق العقبة وقدم المفتي خالي السعدي القسر شهداء الابرار والشفاء العالي لكل المصابين مؤكدا ان هذا العمل الارهابي الذي سشهد فيه خيرة ابناء مصر ينبغي اللي يمر مرة احنا بنحارب الليش في السينا بيحارب احنا مش بنلعب بليه ستيشن يعني بنلعب على الشاشة اتغلبت غلبت بنما نقعت سليم وكويس وما فيش حال احنا بنلعب بحرب وبدان في حرب هاتوب انت انت بتصيب وتصاب دي حرب لانك انت لو هي لو ما فيش حد قدامك يقدر يصيبك ما كانش في حرب هاتوب انت يعني ما فيش حد حباش في حد قدامك انما انت عندك موجود قوات الارهابين اللي موجودين دول موجودين بفعل فعل وتخطيط وكلام ده وصرف عليهم امريكا وصرف عليهم قطر وصرف عليهم تركيا وحماسوا الدنيا مزيطة لان دول كانت ده كانت النهائي العسكري بتاع الاخوات اللي هما كانوا دايما يقولك هنولع مصر كلها عشان انه بفهمين فانت والغاية دلوقتي الانتد يجيليهم لان فيه لسه انفاء احنا لسه من اربعة ايام النفق اللي اثنين كيلو وثمنمائة متر اثنين كيلو وثمنمائة متر نفق ثلاثة متر تحت الارض فبيضرب ويدري اويل من هناك ويدرب ويدري يعني واخدين بالنا من المسألة ازاي فهي دي هتيني تقولي طبعا لا عشان فيه داناين كتيرة هل انت حنتدي نعمل سياسة الابادة زي امريكا ما كانت عاملة فيتنام كانت الفيتناميين ما ندرش نعمل ده مصر ما ندرش تعمل ده مصر مش هتقدر تعمل هذا الكلام وهم مستخبين ديوت في المدنيين ان لو كانت المسألة بالابادة وقلاب اصلا المسألة في السينة تقدر في سانية تقدر تحول الاماكن الحيطة دي بل فيها لو المسألة كده بل فيها بل فيها تقدر تخليها عليها وطيها انما ما ينفعش ده فانت بصبر ومستحمل وكلام ده كل انما تعالى بتتقدم واللي بتتأخر انا من يناير لغات دلوقتي 396 واحد مقتلين منه من يناير لغات دلوقتي شوه ده عبدالي كام ما يلوبوت تمانية يبقى المسألة ازاي دي الحزبة بقى انما هتحصل هتحصل حاجات لان في حرب ولو ما كانش يقدر ولا